أهلا بحضرتك أستاذة سارة إزاي حضرتك؟ الحمد لله أهلا بحضرتك سلامه ليكو للشيخ الفاضل الشيخ محمد الصباح ربني بارك في حضرتك يا رب اتفضل حضرتك عندي سؤال مهم جدا وده بنعاني منه كتير يعني اتفضل أستسأل الشيخ أقول له في أطفال حضرتك بروحه مجلس تحفظ كرآن أو كتاب معنا صح تمام أطفال دي بتصلي معنا غالبا الأيام في الظهر في المسجد طبعا العمال أو العامل وبعض الناس بيتردوا الأطفال دول من المساجد بيتردوا الأطفال من المساجد بيتردوا الأطفال من المساجد طبعا احنا عادينا نرابدهم تربية حسنا حضرتك ايه الواجب ناحية الأطفال دي ان احنا نطردهم وما نرغبهمش في المسجد ولا نعملهم معاملة بحيث ان هما يحبوا المسجد ويحبوا الصلاة في المسجد ده سؤال ده السؤال التاني إيه الزكر الأفضل اللي من خلاله من الإنسان يرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في المنام عليه الصلاة والسلام دول السؤال الاتنين ربنا يبارك في حراتك يا أستاذ ربنا يدكي الصحة وبرك لكم السؤال الأولاني من الأسئلة المهمة كنا بنشوفه في الزد في رمضان وفي الترويح إنه يبقى أي أم معها أطفال لا معلش ما تدخليش المسجد عشان الدوشة بتاعت الأطفال فعلا برضو أوقات كتيري الشيخ محمد برضو الأطفال بيعملوا دوشة بيخلوا المصالين مش عارفين يركزوا الموضوع علاجه إيه علاجه القاطع أولا طفل اليوم الذي يضطرده من المسجد الآن هو الشاب الذي ستبحث عنه غدا ولن تجده من يكرهونه في المسجد الآن ومن سيكره المسجد عند كبري ولن نستطيع أن نأتي به مرة أخرى المطلوب وربما نذكرت هذا في الحلقة السابقة تفعيل دور المسجد ودور إمام المسجد للأطفال وهذا بالفعل ما تقوم عليه الوزارة بصراحة ما المانع أن يجلس الإمام ويجعل درس خاص للطفل قعد معاه أعلمه فليس دورنا دور محدود بوظيفة وبراتب معين وإنما دورنا تربوي أكثر منه دعوي يعني عرف الطفل ده وأكيد هيحب إمام المسجد كان عندنا في فترة من الفترات رجل كبير في السم فكان دايما يحط في جيبه كده بمبني للأطفال فيجي الطفل يدخل المسجد يقوله تعالى خد بس ده بيت ربنا يقوله بيت ربنا ويأكل ويصلي هنا حبابته في المسجد هو ده المقام التربوي الأصيل لإمام المسجد أن يربي هؤلاء الأطفال فهم مستقبلون غدا بإذن الله إزاي يا شيخ محمد نقدر نروض الموضوع يعني فعلا أوقات كتير المسجد اللي تبقى فتحة الموضوع ده فعلا بيشوشوا على المصلين ما أنا قلت الأصل أنا منطقي من الأطفال وهناك من الأطفال المميزين والعامل عامل المسجد مين اللي ينطقي يا شيخ محمد؟ الإمام لا إمام إحنا الوقت يدخلين صلات ترويح لا حضرتك لا أنا أتكلم على العامل له دور عامل المسجد أو اتنين تلاتة من الشباب الكويس المساعدون لإمام المسجد يجلسون بجوار الأطفال واحد في الصف من هنا واحد في الصف من هنا بالطبع الطفل بخاف فأمعان أيها فيحصل تهذيب ولو حاجة زيادة عن الرجوم يبتزي يخرجوا لا مش يخرجوا تعالى لا يخلي بقى يدين لأهله يعني أن هما يتخيموا بالضبط وفي بعض المساجد بيعملوا مساحة مخصصة للأهالي مع أولادهم الآن منتشر دروس الأطفال في المساجد الأوقاف على مصر عيه بما يرضى لعيه دي حاجة مهمة ما شاء الله بصراحة أيها السؤال أستاذ الرجل التاني هل في أدعية معينة تتقال لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ والله كريم رسول الله والله أكرم عليه الصلاة والسلام وهل فقير بين الكريمين يحرم يعني يجعل هذا الدعاء ثم يدعو الله سبحانه وتعالى برؤية النبي وأن يتهيأ لرؤية حضرة النبي الدعاء تانية شكرا محمد كريم رسول الله والله أكرم وهل فقير بين الكريمين يحرم اجعلها قولك في كل ما تريد فإن أردت رؤية الحبيب النبي فقلها ثم ادعو الله أن يريك حبيبه النبي وإن أردت زيارة لبيت الله الحرام فقلها وارجو الله أن يسر لك الطريق إلى هناك وإن أردت ما تريد في دنيا الناس فاسأل المولى بهذا الدعاء فهو أكرم مني ومنك وعليه أن يعطينا سبحانه ما نتمنى ونرجو